قبل ما يبدأ المقطع أتمنى أنك تحط الزر اللايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد وأتمنى أنك تنشر الرابط لأصحابك اللي لعبوا لعبة Red Dead Redemption 2 عشان يستفيدون وأنا أستفيد شكرا لك هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب طبعا اليوم الحلقة الثانية من سلسلة حل الغاز لعبة Red Dead Redemption 2 لغزة اليوم رح يكون اللغز التماثيل طبعا لغز التماثيل لما تعديه رح يعطيك ثلاثة سبايك ذهبية كل سبيكة ذهبية رح تنبع بخمسمائة ألف يعني إذا حليت اللغز رح تأخذ ألف وخمسمائة دولار في لعبة Red Dead Redemption 2 لما تحل اللغز جدا جدا سهل بالنسبة لمكان اللغز هنا المخيم حقنا وهذه مدينة الفالنتاين مكان اللغز رح يكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الـ Gameplay لما توصل للمكان رح يكون شكله بهذا الشكل زي ما تشوفون في الـ Gameplay كل اللي عليك الآن أنك تنزل من حصانك وتسوي زي ما أنا سوي وتمشي زي ما أنا أمشي بالضبط عشان نوصل للكهف اللي فيه التماثيل لما توصل للكهف رح تلاحظ أنه والله موجودة عندي سبعة تماثيل وفي وسطهم تمثال معا أجنها هرجة اللغز بكل بساطة أنه لازم تضغط أربع تماثيل من سبعة تماثيل لو تلاحظ شوية في التماثيل رح تلاحظ أنه معاها أيادي وأصابيع بعض الأصنام أو بعض التماثيل رح تكون الهوة مقطعة فكل اللي علينا أو كل اللي عليك الآن أنك تحسب الهوة الأصابيع في كل تمثال لكن قبل روح عند الهوة هذه الصورة أو هذا التمثال اللي في الوسط ورح تضغط عليه مثلث عشان تبدأ اللغز بشكل رسمي طبعا بعد ما تنتهي من عد الأصابيع لكل تمثال رح تكون عندك أعداد الأصابيع بهذا الشكل رح يكون عندك اثنين وأربعة وأربعة وستة وثلاثة وخمسة وثمانية حلوين؟ طبعا أكيد أنت تعد أصابيع تماثيل رح تلاحظ أنه أحد التماثيل رح تكون يده مقطوعة بشكل كامل فرح ندور على يده في هذا الكهف على طول رح تحصلها في هذا المكان لما تركز في اليد رح تلاحظ أنه فيها ثلاثة أصابيع والتمثال اللي يده مقطوعة هناك مع أربعة أصابيع يعني التمثال كامل بيدينه رح يكونون اللي هو سبعة رح يصير الأصابيع بهذا الشكل رح يكون عندك اللي هو اثنين وسبعة وأربعة وثلاثة وستة وخمسة وثمانية لما تطالع في الأرقامة الموجودة عندك رح تلاحظ أنه أربعة منها عبارة عن أعداد أولية وحنا نبدأ نضغط أربعة تماثيل استاذ 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 إيش معنى أعداد أولية أعطيكم درس في الرياضيات كذا بسيط الأعداد الأولية هي أعداد أكبر من الواحد وما تقبل القسمة إلا على نفسها وعلى الواحد فلما نجي نطالع في الأرقام اللي طلعناها هو أرقام الأصابيع رح نلاحظ أنه الاثنين عدد أولي والثلاثة عدد أولي والخمسة عدد أولي والسبعة عدد أولي فرح يكون حل اللغز أو حل لغز التماثيل رح يكون بهذا الشكل رح نضغط التماثيل اللي معاها إصباعين واللي معاها ثلاثة أصابيع واللي معاها خمسة أصابيع واللي معاها سبعة أصابيع سراح حل معك اللغز لما تضغط التماثيل زي ما قلتلك راح تظهر معاك السبايك الذهبية في التمثال اللي في الوسط شيلها وبكذا يكون مبروك عليك 1500 دولار في اللغز جدا جدا سهل وبكذا وصلنا معاكم من نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام يا أحلى ناس